اهلا وسهلا لحباب كيف بقيتو كدر تصحيح تكمنت ان شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة انتم تشوفوا الفيديو اليوم ان شاء الله اليوم نصيب معكم هاتي او حساء ديال السميدة ديال الشعير كيف معدي تشوف معي ان شاء الله نصيبه بواحد طريقة ليه سهلة وصحة البنات مئة بالمئة ومفيد لهاد الجو هذا ديال البرد وتيحمينه بزاف ديال الامراض كيف معدي تشوف ان شاء الله المكونات لغادي نوضع فيه وبالنسبة حتى اللي تتنفخو لهم الامعق ديالوما البنات والله اللي تضروا المائدة ديالو هاتي الشوربة هاتي صحية وزوينة بزاف بزاف نتمنى انكم تجربوها وترضو عليها في التعاليق وحتى الماضي ديالات يجي الديد بزاف كيف معدي تشوفوا معي البنات غادي ندوس ده ان شاء الله نوريكم المكونات بصيبه هاتي الشوربة هاتي والطريقة ديالية سهلة انتمال الابنات عندي سميدة ديالوما الاشعير اللي رطبتها في الماء اغسلتها نقيتها ووصلتها ورتبت هنا في الماء اتزلافه небنات ونوريكم زلافة بشعبرت او او اضعوا جوج كيسان ديال العنب هذه هذه الزلافة ديال النمغربية تديرو زلافه او او تديرو جوج كيسان نضيف الزيت تقريبا 1-4 كاس نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت نضيف الزيت معلقة صغيرة الحلبة معلقة صغيرة الحب رشاد ورقة رند ورقة موسى إضافة البلد حركة نضيف البنات على البصلة والتوابل نضيف البنات العطرية معلقة صغيرة والمعلقة كبيرة و الملحة على حسب الضوء و الملحة تبقى الاختيار رائعة الكبيرة نحن دخل الماء نضيف البنات سميدة نضيف الماء سوف نصفي السميدة سوف نصفي السميدة وضع السميدة سوف نحرك تحريك خفيفة ونصد البنات على طنجرة سوف نحضر البنات ونحضر البنات سوف نصفي السميدة سوف نحضر البنات سوف نحضر البنات سوف نتشرب البنات سوف نضيف البنات نقوم بإضافة الوصول لدعها أضفة مرحلة نضيفها نضيفها ميزة نضيفها نتمنى انكم تجربوه لانه سوف ينفعكم ان شاء الله في هذا الفصل لا تنسوا الفيديو و لا تنسوا لايكاته و تلاو لفرصكم و الى فرصة مقبلة ان شاء الله